السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي سأكون معكم في هذه الحصة أنا معلم المادة سالم الهزاع برفقة الأستاذة يسرى الشهري في لغة الإشارة أحبابي الطلاب والطالبات لازلنا وإياكم في الدرس الثاني الذي هو بعنوان فيه شفاء في الدروس السابقة أخذنا وإياكم هذا الدرس قرأنا وإياكم هذا الدرس أيضا في هذه الحصة سنقرأ هذا الدرس الذي هو بعنوان فيه شفاء استعدوا لكن في هذه الحصة سأطلب منكم أيضا القراءة والتركيز جيدا لأننا في الحصة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ التدريبات الخاصة بهذا الدرس الآن سنقرأ أيضا هذا الدرس مرة أخرى شاركوني القراءة وقرأوا عنوان هذا الدرس أحسنتم فيه شفاء ما هو؟ العسل أحسنتم فيه شفاء الآن كما شاهدنا وإياكم في الدروس السابقة هذه الصورة نقرأ هيا قرأوا أحسنتم عادة صالح أكمل إلى المنزل حزينا سنركز في هذا الدرس في شيء مهم درسناه إياكم ألا وهو ما هذه اللام؟ أحسنتم اللام القمرية تكتب وتنطق تكتب وتنطق بعكس ماذا؟ اللام الشمسية نكمل القراءة أحسنتم سألته أمه سألته أمه أكمل القراءة ما بك يا بني ما بك يا بني مرة أخرى شاهدوا معي عاد صالح إلى المنزل حزينا سألته أمه ما بك يا بني أقرأوا مرة أخرى قراءة أسرع قليلا أحسنتم أحسنتم واصلوا أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل أحباب الطلاب والطالبات القراءة القراءة لهذا الدرس هيا أقرأوا قال صالح حاولوا أيضا حاولوا القراءة إن أكمل إن زميلي أحسنتم أحسنتم محمدا أحسنتم لأنه أكل طعاما ملوثا أحسنتم مبارك الله فيكم هنا أحباب الطلاب والطالبات في الدرس السابق تناقشنا وإياكم في هذه الحركات ما هي هنا أحسنتم في التنوين تنوين الضم والتنوين بالفتح في بعض الكلمات هنا كما في كلمة محمدا وكما في كلمة طعاما وأيضا كلمة ملوثا شاهدوا معي أحباب الطلاب والطالبات واستمعوا جيدا مثلا لدينا كلمة صالح هيا كرروها مرة أخرى انطقوا كلمة صالح مرة أخرى انطقوا هذه الكلمة أحسنتم نطقنا هذه الكلمة وقرعناها بتنوين الضم ننطقها الآن بتنوين الفتح صالحا هيا بتنوين الفتح ركزوا جيدا في الحرف الأخير هيا الآن انطقوا هذه الكلمة كلمة صالح بتنوين الكسر أحسنتم صالح صالح أحسنتم مبارك الله فيكم عندما نطقنا وإياكم هذه الكلمة بالتنوين الضم أو تنوين الفتح أو تنوين الكسر ماذا لاحظنا في نطقنا في النطق ماذا لاحظنا مرة أخرى صالح أحسنتم نون ساكنة في آخر في آخر الكلمة أثناء نطقنا للتنوين أو لهذه الكلمة المنونة نطقنا النون الساكنة فنقول مثلا صالح استمعوا جيدا صالح وأيضا صالح والحرف الأخير هنا شاهدوا هذه الكلمة مرة أخرى الحرف الأخير ما هو حرف الح حرف الح إنما الحرف الأخير منون بتنوين الضم هكذا ننطق التنوين تنوين الضم نقول صالح وبمع تنوين الكسر هيا أحسنتم صالح وتنوين الفتح أحسنتم صالحا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم كما في كلمة أحسنتم محمدا محمدا شاهدوا معي هذه الكلمة سأكتب كلمة محمد لكن بتنوين الضم محمد الحرف الأخير ما هو حرف الد لكن بتنوين الضم عند النطق عندما ننطق التنوين أحسنتم محمد لكن الحرف الأخير ما هو الذي نشاهده أحسنتم حرف الد أحسنتم مبارك الله فيكم مرة أخرى أحباب الطلاب والطالبات هيا يقرأوا قال صالح ركزوا في الكلمات الملونة خاصة إن زميلي محمدا يرقد في المستشفى أحسنتم لأنه أكل طعاما ملوثا أحسنتم مبارك الله فيكم قراءة مميزة نكمل الآن هنا الأم ماذا قالت أذكركم الأم لا تحزن يا بني فعندما تعوده خذ إليه بعض العسل ففيه الشفاء بإذن الله فالله يقول عن العسل فيه شفاء للناس هيا قرأوا من البداية أحسنتم الأم اقرأوا لا تحزن ثم أكمل أحسنتم قراءة مميزة واصلوا أحسنتم أقرأوا بتركيز واصلوا بصوت مسموع أحسنتم ومبارك الله فيكم فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس أحبابي الطلاب والطالبات ذكرت لكم قبل قليل أننا سنركز على شيء مهم درسناه إياكم من قبل ألا وهو أذكركم أحسنتم أحسنتم اللام القمرية اللام القمرية التي تكتب وتنطق كما في هذه الكلمة هيا قرأوا هذه الكلمة مرة أخرى العسل أحسنتم العسل العسل ما رأيكم أحبابي الطلاب والطالبات في هذه الكلمة والنام التي نشاهدها هنا أحسنتم ومبارك الله فيكم إنها اللام الشمسية التي تكتب ولا تنطق هيا قرأوا هذه الكلمة مرة أخرى أحسنتم الشفاء الشفاء لاحظوا معي سنكتب كلمة الشفاء لاحظوا معي نكمل كتابة هذه الكلمة هيا أقرأوا هذه الكلمة التي كتبتها لكم الآن الشفاء هنا هنا اللام كتبناها لكن لم ننطقها تكتب ولا تنطق ماذا قلنا ماذا قلنا قلنا الش الشفاء الشفاء أحسنتم ومبارك الله فيكم كما في كلمة الشمس 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 وأيضا الش الشراع الشراع أحسنتم ومبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات سنكمل القراءة هيا أقرأوا هذا المقطع صالح هيا أقرأوا أحسنتم صالح أكمل شكرا واصلوا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم شكرا لكم أحبابي الطلاب والطالبات أحبابي الطلاب والطالبات ما رأيكم في هذا المقطع أن نستخرج سويا الحرف الساكن أو المقطع الساكن هيا نشاهد هيا نقرأ ثم نقف قليلا عند الحرف الساكن صالح ثم أحسنتم نقف قليلا كلمة شكرا أين المقطع الساكن في أول الكلمة المقطع الساكن مكون من حرفين الحرف الساكن وأيضا الحرف الذي قبله أين الحرف الساكن حرف الكا لا نستطيع أن ننطق هذا الحرف شاهدوا معي الحرف الكا لا نستطيع أن ننطق هذا الحرف الساكن إلا بمساعدة الحرف الذي قبله هنا الحرف الساكن هو الكا لكن والحرف الذي قبله هو أشياء المضمومة شو الآن سنستطيع نطق الحرف الساكن فنقول شك أكملوا أحسنتم شك شكرا شكرا إذن المقطع الساكن مكون من حرفين الحرف الساكن وأيضا الحرف الذي قبله الحرف الساكن حرف حرف ضعيف يحتاج إلى مساعدة من الذي يساعد الحرف الساكن أحسنتم الحرف المتحرك الحرف القوي الذي قبله الحرف الساكن حرف ضعيف يساعده الحرف المتحرك القوي الذي قبله كما في كلمة شك رن نبحث عن حرف ساكن آخر حرف ضعيف ويساعده الحرف الذي قبله المتحرك الذي قبله شكرا يا أمي أحسنتم كما في كلمة سأفعل أين الحرف الساكن أحسنتم حرف الفا من الذي سيساعده الحرف المتحرك الذي قبله هيا هيا الآن هيا الآن ننطق الحرف الساكن لكن بمساعدة الحرف الذي قبله وهو أ أحسنتم أف أحسنتم س أف عالو سأف أحسنتم الحرف المتحرك حرف قوي لا يحتاج المساعدة من أي أحد شاهدوا حرف السا متحرك حركة الفتحة س س ينطق ينطق لوحده لكن الحرف الساكن ننطقه مع الحرف الذي قبله كما في كلمة سأفعل الحرف الساكن حرف الفا والحرف الذي قبله أ س أ أف أف نكمل ع ل حروف متحركة س أف ع ل أحسنتم مبارك الله فيكم أحسنتم أيضا لدينا مقطع ساكن هنا أين الحرف الساكن النون أحسنتم لا نستطيع أن ننطق هذا الحرف الساكن إلا مع الحرف الذي قبله هيا أنطقوا أحسنتم إن إن أحسنتم مبارك الله فيكم الحرف الساكن والمقطع الساكن أخذناه وإياكم أيضا في الوحدات السابقة مع الحروف لكن هنا نطبق وإياكم أثناء القراءة ما تعلمناه في السابق أحبابي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هذه الصفحة الأولى من الدرس سأترك لكم دقيقة واحدة للقراءة هيا قرأوا الصفحة الأولى في دقيقة واحدة قراءة مع مع التركيز هيا قرأوا ابدأوا بالقراءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ذكرت لكم وقلت لكم قبل القراءة أحتاج منكم التركيز وأنتم تقرؤون هذا المقطع إذن سأسألكم سؤالا أو سؤالين في هذه الصفحة أولا ما عنوان درسنا فيه شفاء أحسنتم من الذي عاد إلى المنزل وهو حزين صالح أحسنتم من الذي قابل صالح عند دخوله إلى المنزل الأم أحسنتم وعندما شاهدت صالح وهو حزين سألته سؤالا ماذا قالت ما بك أحسنتم ما بك يا بنيا أريد منكم أن تقرؤوا وتركزوا في القراءة ما بك يا بنيا إذن ماذا أجاب صالح صالح سيجيب عن السؤال الأم تسأل وتقول ما بك يا بنيا ماذا قال صالح أحسنتم أخبرها بالخبر الذي أخبرهم به المعلم فقال إن زميلي محمداً يرقد في المستشفى لأنه أكل طعاماً ملوثاً أحسنتم وبرك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات على هذه القراءة المميزة ما رأيكم أن ننتقل إلى الصفحة الأخرى من هذا الدرس هيا نشاهد سوياً الصفحة الأخرى وأيضاً سأعطيكم دقيقة واحدة وقرأوا بتركيز هيا قرأوا قراءة بصوت مسموع ابدأوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا المقطع أو في هذه الصفحة أيضاً قرأتم شيئاً مهماً وتعرفتم على شيء مهم ألا وهو أن العسل أكمل أحسنتم فيه شفاء أن العسل فيه شفاء للناس إذن هذه هي وصية الأم لابنها صالح وصالح سيأخذ هذا العسل عند زيارته للمريض عند زيارته لزميله محمد أيضاً قرأتم في هذا المقطع عندما قالت الأم فعندما تعوده خذ إليه عندما تعوده عرفنا معنى كلمة تعوده أو كلمة نعود كما في الدلس السابق أحسنتم زيارة المريض أي نزور المريض نعود أي نزور المريض عندما تعوده أي عندما أكمل أكملوا هذه الكلمة استبدلوا هذه الكلمة بكلمة أخرى بمعناها فعندما تعوده استبدلوها أحسنتم فعندما تزوره فعندما تزوره أي تزور هذا المريض أحسنتم مبارك الله فيكم أيضاً في نهاية الدرس ماذا قال صالح أحسنتم شكراً يا أمي شكراً يا أمي سأفعل إن شاء الله عندما يقدم لك أحداً معروفاً نقول له شكراً لك جزاك الله خيراً وهكذا أحسنتم مبارك الله فيكم انتهينا وإياكم أحبابي الطلاب والطالبات من قراءة هذا الدرس قرأنا وإياكم هذا النص فهمنا وإياكم بعضاً من المعاني وعرفنا وإياكم أن العسل فيه شفاء للناس في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نبقى وإياكم مع تدريبات هذا الدرس في نهاية الدرس أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وأدبكم وأيضاً قراءتكم المميزة ففي حفظ الله ورعايته نترككم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته